بسم الله الرحمن الرحيم الحال والي فرحمه الله تعالى ونحو عندي درهم ولي وطر منتزم فيه تقدم الخبر بسم الله الرحمن الرحيم هذه مواضع التزمت العرب فيها تقديم الخبر على المبتدئ نحو عندي درهم إذا كان المبتدئ نكرة ولا مسوغ البدء بالنكرة إلا تقدموا الخبر ضرفا أو جارموا مجرورا هنا يلزم تقدموا الخبر فتقول في الدار زيد ولا تقول في الدار رجل ولا تقول رجل في الدار لأنه في هذه الحالة يلتبس يلتبس بالصفة تقول رجل في الدار يظن السامة أنك تصف رجلا بأنه في الدار ويبقى المبتدئ بلا خبر ويقولت في الدار رجل انتفى هذا عرفنا أن في الدار خبر وراجل المبتدى هنا يجب تقديم الخبر ونحن عند درهم ولي وطر هذا الموضوع الأول إذا كان المبتدى نكرة ولا مسوق للبدء بالنكرة على الإطلاق إلا تقدم الخبر ضرفا أو جار الممتدر الموت الصين يكون تقديم الخبر هنا وتأخذ المبتدى وأجبا درهم مبصم عضو رقق درهم مرقق جدا كذا إذا عاد عليه لكن ننطقة دائما نقول درهم ونقول دائما لعنبيا كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين يخبره كذلك يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدى ضمير يعود على بعض الخبر مما به عنه يخبر الذي يخبر به عنه وهو المبتدى تقول في الدار صاحبها في الدار واجب التقديم لأن قولك صاحبها اتصل به ضمير يعود على بعض الخبر وهو الدار فلو قلت صاحبها في الدار عاد الضمير على متأخر في الرتبة وفي اللغة لكن إذا قلت في الدالة صاحبها عاد الضمير على متأخره في الرتب صاحبه لكن تقدمه في اللغة واضح واجه الضم قال هابك إجلالا وما بك القدرة العالية ولكن من أعين حبيبها يجب تقديم الخبر في هذه الحالة لأن في المهتدى الضميرا يعود على بعض الخبر كذلك إذا كان واجب التصديق أسماء للسباب كيف حالك لا يقول عربي حالك كيف متى السفر لا يقول عربي السفر متى أين زيدون لا يقول عربي زيدون أين بعكس الحالة الأولى الحالة الأولى قلنا إن المهتدى إذا كان واجب التصديق لو كانت الصدار يجب تقديمه وهناك نظير الأولى إذا كان للخبر الصدار يجب تقديمه وخبر المحصور يقدم ألا لا خبر المهتدى المحصور يقدم أبدا مثل ما لنائل الاتباع وأحمد كالحالة الأولى الحالة الأولى مثل إنما الله وإله واحد إنما الله إله واحد إنما المؤمنين أخوة في هذا يجب تقديم المتدى وترخيل الخبر وهذه بعكسها تقول ما لنا إلا اتباعه أحمد صلى الله عليه وسلم ما لنا نجأ إلا أن نتباع النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعه متدى واجب التأخير لأن الخبر حصل فيه